موسيقى أهلا بكم من جديد في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الباحث والكاتب الأردني حسن النوئي تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد موسيقى سيرة ذاتية ناقصة على مهلا على مهلا ستقرأني حياتي كأني حاضر من غير آتي كأني ما تبقى من بكاء يعيذ الحزن من ضحك البناتي أبي فلاح هذا الوجه يصح على كفيه جيش من صفاتي وأمي قبلة الأبناء صبحا أقيم على أصابعها صلاتي فيا تعب الطفولة في اكتهاني أرحني فالخطى تشكو عصاتي ملامح سيرتي ماء وملح وما كتب الطريق إلى الحفات وصمت رصاصة وصراخ كف يلوك يباسها كالبرعات وحزن مخيم في الليل تشقى على طرقاته كل الجهات أنا من نطفة في ظهر معنى يؤول سرها قلق النحات فهمت قصائد الفقراء لما ولدت على الحصيرة في سكاتي يحاصر وجهي النبوي وجه غريب الوجه يسلبني سماتي ولي قلب بلا شفتين أعمى يرى في كل عابرة فتاتي وينسى أنني أنفقت عمري على طلل أقلب ذكرياتي بحثت عن الحياة بكف أرض بحثت عن الحياة بكف أرض وما في كفها إلا رفاتي وبعض نبوءة وضلال شعر وموت قصيدة فيها نجاتي رحلت كشاعر ما زال يهدي أنا المنفى ولي حزن الشتاتي بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أرحب بكم مرة أخرى في هذه الزاوية كتابي اليوم فاطمة حتى التعب وهو مجموعة قصصية تتحدث عن فاطمة الأم الزوجة الحبيبة تحمل الهم الوطني في ثناياها قصص وأوجاع لفاطمة التي أقول عنها هي بنت القرية الريفية تعودت على أن تقبل الأرض قبل شروق الشمس تضم إلى صدرها الحنون حفن التراب تسرها بمنديلها فاطمة في عيون الأطفال دمعة وفي نفوس النساء زفرق وفي ذهن الرجال أمل هذه هي فاطمة التي سكنت بداخلي هذه فاطمة التي أعشقها وتعشقني قلت هي كل النساء الطيبات يتمدد بداخلها الوطن أعشقها وتعشقني حتى التعب فاطمة دلت القهوة التي في بيوت الشعر فاطمة لم تبهرها المباني المرتفعة أو شوارع المزدحمة فاطمة أحزنتها التجاوزات على إشارات المرور الضوئية فاطمة أزعجتها صرخات عجلات السيارة في شوارع الموت فاطمة كوخ صغير وسط المباني العظيمة تأم فيه الأسرة الطيبة تمسح الغبار عن الوجوه المتعبة هذه هي فاطمة التي كتبت عنها مجموعة القصصية الأولى والتي صدرت عام ألفين أربعة وعشرين أتمنى لكم قراءة ممتعة في هذه المجموعة القصصية وأتمنى أن تعجبكم شكراً لكم مرة أخرى الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقته هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الخطاط مؤيد اليازوري بدي أتكلم اليوم باختصار عن الورق المقهر طبعاً الورق المقهر هو مش حديث هو قديم جداً كانوا يستعملوه من ألف سنة كانوا يجيبوا النشا النشا اللي هو نشا البودرة مع الماء ويعملوا خلطة معينة ويدهنوا الورق كان الورق طبعاً أيامها طبيعي ورق بردة ورق موز وتوت والعلم هو للآن موجود لكن بالقديم كانت صناعته يدوية كل خطات يصنع ورقه بأيده اليوم فيه ورقة فيه متاجر للورق تشتري فيه كثير فيه عمان فيه خارج عمان موجود الورق ورق صناعي خالي من أي مواد صناعية لكنه يعتبر صناعي والورق الآن ورق طبيعي وورق صناعي أنا معي عيني مثلاً أن هذا الورق أرز مستورد صيني طبعاً هذا الورق خفيف جداً تم تقهيره بنفس الطريقة يعني سواء الورق طبيعي أو ورق صناعي تقهيره بنفس الطريقة اللي هي بنعمل وجهين نشا عشان يصير سماكته أكثر شوي وأي فراغات داخل الورقة الفراغات بقصد فيها المسامات تتعبى بهذا مادة النشا بتصير قوية وبتصير جاهزة أنه نعمل عملية التقهير التقهير هو نسميه إحنا بياض البيض بياض البيض مع شوية شبة الشبة تم تحريك بياض البيض فيها إلى أن تصفى ويصير لونها أصفر مثل الماء تماماً بنعمل وجه أول وجه ثاني ووجه ثالث طبعاً الوجه الأول بيكون بالعرض يعني بيمسك بفرشاية بعمل واحد من هيك من أولها لآخرها نتركه عبين ما ينشف بعدين بالعكس يعني بيصير حتى الهياف الورق بتشد مع الكتابة وكل طبق ورق بيختلف عن الثاني يعني ممكن يستعمل أنه نعمل أربع طبقات ممكن ثلاث طبقات حسب يعني أكثر ورق بيغلبنه هو الورق الطبيعي صدقاً يعني وفيه طبعاً للورق الصناعي أنا شايف هو مثلاً ورق أحمر الصناعي ومغهر جميل جداً وشكله مثل طبيعي يعني أنه بيستعمله ممكن أنه بيستعمله أكله طبيعي أسهل بالتقهير يعني يمكن بالكثير نستعمل وجه واحد نشا وثلاث وجوه من البيض طبعاً عشان نكتب عليه لازم نحط بودرة البودرة بتمنع طبقة دهنية أنه الحبر يحور على وجه الورقة هاي بالنسبة للورق الصناعي ورق هنا كمان عندي ورق هذا ورق موز بعطي جمالية لللوحة وقدم يعني بعطيها عمر غير العمر يعني ممكن أعملي لوحة اليوم وليشوفها يفكرها عمرها 200 سنة هذا ورق من مصر صناعة مصرية فاخرة جداً وطبعاً مقهر بهاي الطريقة نفس الطريقة وبرضو فيه إشي نصف طبيعي مثل هاي هاي ورقات جميلة جداً برضو بنكتب عليها الأشياء الناعمة نسخ نسخ تعليق هاي الأمور إن شاء الله إنكم تكونوا اتنورتوا وشفتوا إيش هو أنواع الورق ما في داعي إنه الآن حتى ندور على متاجر لبيع الورق ممكن أي خطاط وكثير في خطاطين بحبوا يعمل ورقهم بيدهم فالموضوع سهل لكنه جداً متعب ويعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في رقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة أهلا الباحث والكاتب الأردني حسن النوهي فاسمحوا لي أن أرحبها بضيفي أهلا وسهلا بك ساد حسن ضيفاً على فضاءات الرافدين بك أختار بالقناة ومشاهدها وإدارتها كل الشكر على هذه الاستضافة حياك ساد حسن فرصة طيبة حضرتك خريج كلية العلوم جامعة الموصل عام ستة وسبعين نعم يعني نعود بالذاكرة إلى تلك السنوات وأنت القادم من فلسطين من مواليد دير البلح في غزة كيف التحقت وكيف كانت جامعة الموصل في تلك الأيام وكيف هو الفطور المصلاوي يعني للحديث عن العراق وهذه الذكريات شجون كان العراق أحد المنافذ المفتوحة لإكمال التعليم الجامعي للطلب الفلسطينيين والأردنيين وكانت الجامعات العراقية تستقبل عدداً لا بأس به بحسب النظام الذي كان معمول فيه في ذلك الوقت أنه 10% من مساحة القبول أو من أعداد القبول في الجامعات العراقية تخصص للطلب العرب نعم وكان الطلب الأردنيين والفلسطينيين يمكن بيحضوا أكثر من نسبة 7% من هذه المقاعد حتى وصلت في بعض السنوات إلى الألاف نعم في بداية السبعينات كانت جامعة الموصل جامعة ناشئة وهي الجامعة الثانية بعد بغداد بعد جامعة بغداد نعم وكان فيها كليات قديمة مثل كلية الطب كلية الزراعة المعهد الفني الإدارة والاقتصاد وتم إنشاء المجموعة الثقافية يمكن بتسعة وستين نعم فأنا من أوائل الطلاب اللي تحقوا في جامعة الموصل في كلية العلوم وكانت في سنتها الأولى عادة تكون سنة تمهيدية كلية الآخر كانت بالمجموعة الثقافية بالمجموعة الثقافية اللي بظلم كلية العلوم كلية الهندسة و العداب هذه المجموعة الثقافية وكانت الطبية على الجانب الأيسر الجانب الآخر من النهر والإدارة والاقتصاد في المكان والزراعة في حمام العليل في حمام العليل نعم كانت يعني وما زالت أظن فيه وما زالت أعتقد وكانت يعني من النماذج الرائعة جدا نعم التي فعلا تصعب على الوصف بما نراه في جامعات أو أو في مناطق أخرى يعني حمام العليل إذا بدأت وصفها بتقول أنها كانت عبارة عن قرية متكاملة نعم وأيضا المجموعة الثقافية دخلناها وهي يعني عبارة عن ثلاث مباني كانت جامعة الموصل كلية العلوم كلها في مبنى الهندسة في مبنى وخرجت منها وهي عبارة عن مدينة نعم يعني أنا خرجت من الجامعة وجامعة الموصل فعلا مدينة مدينة متكاملة أنشأت فيها المكتب المركزية أنشأت فيها يعني القاعات الكبرى أنشأت فيها المختبرات التوسعات أصبح كل قسم عبارة عن مبنى يعني مثلا قسم الفيزياء مبنى قسم الكيمياء مبنى الأقسام الأخرى وكل مبنى عنده مختبرات وتجهيزات ودخلنا جامعة الموصل وكانت الهيئة التدريسية في الجامعة بنسبة عالية من الأجانب نعم يعني كان باكستانيين كان فيه هنود كان فيه مصريين وعندما خرجت منها كانت الأغلبية من الكفاءات العراقية نعم التي إما ابتعتت للخارج وعادت نعم أو تم استقدامها يعني كانوا أساذ الجامعين نعم الأساذ الجامعة باكستانيين ماكستانيين وهمود مصريين نعم نعم في خادق كانت في ما الخدمات التي كانت تقدم للطلب العرب أسوة بالطلب العراقيين يعني كان الطالب العربي الذي يدعم في جامعة الموصلة والجامعة العراقية كان يساوى مع الطالب العراقي بالخدمات يعني هذا السؤال والله هذا السؤال يعني يخجل الواحد فعلا يعني من الإجابة نعم للقدر أول حاجة لم يكن فيه فورق نعم يعني أنا حتى لا أقول شهادتي مجروحة بقول أنه في العراق لم يكن فيه فورق لم يكن هذا عربي أو هذا طالب عراقي كان الطالب العربي يحظى بنفس الامتيازات التي يحظى بها الطالب العراقي النسبة عالية من الطالب العرب كانوا منح نعم يعني على حساب الدولة العراقية نعم معظمهم أو يعني خلينا نقول الطالب اللي جايين خارج أطار المنح عدد قليل بس الباقي كانوا منح يعني منحها شهرية نعم سكن داخلي كانت الكتب الكتب يعني بمرجعيات كبيرة يعني كانت توزع توزع في بداية العام الدراسي مجانا نعم كان المريول أو الروب المختبر كان يوزع مجانا كان زي الموحد يوزع أيضا مجانا يعني لبستين واحدة شتوية واحدة صيفية هذه يعني عندك جاكية الكحلي الجاكية الكحلي والبنطرون الرصاص الرصاص السكري نعم وقميص أبيض نعم هذه كانت هناك مخصصات أضن شهرية كانت في البداية 15 دينار نعم شهريا يعني في السبعينات وكانت 15 دينار بتساوي كانت ثروة نصف راتب المعلم نعم يعني كان الطالب يعني أنا أعرف المعلمين كانوا بيأخذ 30 أو 30 دينار وكان الطالب بيأخذ 15 دينار بتساوي نصف راتب المعلم وكان التكفي ومسؤوليات المعلم أكثر والموظف أكثر بكثير من الطالب كان التكفي وزيادي يعني أنا أعرف بعض أصدقائنا وزملائنا اللي كان في عندهم التزامات عائلية كان بيكفيه تسعه وبوفر لأهل ستة بلعتلهم إياه نعم نعم هذا حقيقة يعني دراسة مجانا نعم وسكن مجانا ورعاية مجانا رعاية واحترام 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 ويعطى مبلغ من المال الشريف لما بتسافر بالعطل الصيفية بيعطوك بطاقة تذكرة نعم و45 دينار على حساب الدولة على حساب حساب العراق آه يا الله زادت بعدين صارت 18 بعدين صارت 21 نعم بعدين بالسنوات الأخيرة سمعت أنه كانت 25 أو 30 دينار هل كافة العرب؟ العراق؟ والله يعني أيضا الإجابة المحرجة نعم كتبت حضرتك عن العراق في كتابك ذاكرة الأيام من فصول هذا الكتاب أحدى قصص هذا الكتاب أو محطات هذا الكتاب الفطور المصلاوي ما السرف الفطور المصلاوي؟ هو أنا سمعت فطور مصلاوي وكان فطور رمضاني يعني القصة المروية قصة حقيقية إذن مقصود الفطور فطور الصائب وليس الفطور الصباحي لا هو فطور رمضاني نعم فهو عنوان نعم لكن يعني المحتوى نعم يعني لا يتكلم فقط عن الفطور هي قصة معلم يعني عراقي صديق نعم أعتز به وبصداقته وبأسرته كنا نسكن معنا أو كنا نلتقي قبل أن نسكن معنا نعم نلتقي بالطريق بالشارع بسلم عليه بسلم عليه تطورت هذه الصداقة فيوم دعاني قل لي أنا في عندي يعني في عندي واقع في عندي قصة في حياة تبدأ أحكي لك إياها نعم قلت تفضل قال لي أنا رحت على الجزائر في أحد السنوات وليس طالبا في الجامعة لا هو ليس طالبا في الجامعة هو معلم نعم بشتغل بالتعليم قال لي أنا كان في البعثات اللي ترسل من العراق للتعريب فعلا نعم في فترة السبعينات في فترة يعني ما قبل السبعينات حتى تقريبا ايه يعني بالتلاتة وستين خمسة وستين كان العراقي بعت بعثات تعليمية للتعريب في الجزائر بعد الثورة لكن كانت بكثرة في فترة السبعين آه في السبعينات زالت فقال أنا ذهبت إلى العراق إلى الجزائر وكنت لا أعرف شيء يعني ما بعرف إيش عن الجزائر حتى في الطائرة كان في معانا يعني زميل هو وزوجته وسألتهم وما ساعدوني كتير يعني بالموضوع قال نزلت في المطار وسألت عن المدينة اللي بدروا عليها وكانت بعيد تلونا على الطريق ركبت الباص وصلت إلى المدرسة المدرسة مغلق ما في أحد الحارس فقال له لسه بعد الدوام بقيله سبوعين نعم يعني أنت شو جايتا قال له هاي هيك أنا بعثوني يعني بهاي الطريق نعم طيب ما في حدا الآن موجود مثلا أسأله وأتعامل معه قال له تعال معي في جماعة مدرسين موجودين قريب بودتهم فقال طرقت الباب طلع لي شب بشباح صيف مين أنت قلت له والله أنا معلم جديد قال له تفضل فوت بداية ضيفوني يعني كنت جابوا لي أكل شاي مش عارف إيش نعم بعدين قلت لهم خلينا نتعرف على بعض أمام من العراق أنتوا منهم قلوا إحنا من فلسطين إحنا من غز إحنا من غز وكانوا اثنين معلمين من غز فقال هذول المعلمين اثنين كانوا أكثر من أخوة لي في هذه الفترة نعم ما تركوني أيضا جايين ضمن سياسة التعريب للجزائر نعم أيضا أيضا جايين معلمين ضمن هذا قال ما تركوني أبدا ولا سمحوا لي أني أطلع من عندهم وكنا نتقاسم رغيف الخفز والآكل وكل شي فقال أنا في يعني عندي دين نعم حابب أني أرد جزء من هذا الدين للفلسطينيين جزء من هذا الدين بدي ألاقي له واحد فلسطيني أرد له هاي تعال معي تعال اسكن معي قلت له ما بتتحملني نعم قلت له أنت ما بتتحملني يعني أنا بعيش واقع أنا طالب لكن أنا عندي نشاطات أخرى كثيرة برجع متأخر بالليل اتحى الطلاب مش عارف إيش عندي أصدقاء يعني هذه حياتنا قال لي أنت حر بكل ما تريد البيت بيتك يا الله وأنا عبارة عن ضيف أنا رح أنزوي في هالغرفة نعم لحالي وانت تسمي والله هذا اليصار جميل نعم محطة أخرى محطات هذا الكتاب نعم الذي حمل عنوان ذاكرة العيام هي قصة الأعمى والأطرش يعني 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 ربما هي من الخياء لكن قريبة جدا من الواقع فلا الأعمى شايف ما يحيه الأطرش إلى الناس وهم في اشتباك ومشاجرة ولا الأطرش يسمع ما يقوله الأعمى نعم ولم تستطع حتى مفرزة الشرطة من فك الاشتباك بحيث اضطر طابط الشرطة أن يأخذهم إلى المخفر وبقي هذا الاشتباك يعني كأنها ترجم الوضع المتشابك الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية يعني في بعض الأوقات ألجأ إلى الكتاب الرمزية يعني نحن نعيش في مجتمعات لا تؤمن كثيرا بالحرية نعم يعني أحد مشكلتنا هي الحرية حرية الكلمة حرية التفكير حرية العمل حرية تشكيل الأطر التي يعني تقوم على رعاية وتنوير والإضاءة لما يحتاجه الإنسان في بلاله فمرات كثيرة نلجأ إلى الرمزية وكثير من الكتاب كتبوا بصيغة بصيغة الرمزية بحيث أنه يوصل صورة معينة نعم عن هذا الواقع وحقيقة مثل ما أشارت أستاذ محمد هي هذه قصة الأعمى والأطراج تقول ما لا يقال نعم يعني نحن عايشين في حالة اشتباك يومي على كل الأصعد سوى أن كانت سياسية أو كانت اقتصادية أو كانت يعني بكل نواحي نعم وهي غير مفهوم غير مفهوم إحنا لدينا مشكلة أهلا بنقول إحنا أمة واحد نعم ننطق نفس اللغة بنعيش في جوار واحد فيش بيننا اختلافات الخلافات اللي الآن أنشئت لم تكن موجودة نعم أنا عشت في العراق بكل صدق يعني أنشئها العدو والجميع يعترف بأن هذه الخلافات أنشئها العدو الذي يستفيد من خلاف نعم مع ذلك هي باقية وحيد من أصداراتك مجموعة قصصية تحت عنوان ليس على الأعمى طبعا معروف المقولة ليس على الأعمى حرج أنت تركت العنوان تركت الحرج لتأويل القارئ أو المتابع يعني كأني بالعنوان يحمل معنى سياسيا نقديا فمن هو الأعمى الأعمى هو نحن نعم نحن نحن لا نرى نحن عايشين واقع بس مش شايفين لأن نحن معدورون لا لا وتقول المقولة ليس على الأعمى حرج لا أنا ما كملت أنت ما كملت ما كملت فبالتالي الحرج باقي علينا تركت التأويل لله الحرج باقي علينا نحن الأعمى نعم هذا الأعمى الذي كان يطرق بعصاته يعني أزقة المخيم نعم وبصوته الجميل استطاع أن يشكل حالة مقاومة نعم طرد من خلاله العدو من المخيم يعني هذا كان عندما يصلح بنداء الله أكبر نعم كانت تردد معه كل المحيط لذلك هرب العدو هذا الأعمى إذن حالة المقاومة ممكن أن تنشع رغم يعني هناك شخص أعمى نعم وبنيت عليه هذا القصة نعم بالضبط هي يعني هي عبارة عن قصة واقعية حقيقية حصلت نعم كان فيه شخص أعمى موجود في المخيم وكان يعرف أزقة المخيم واحدة واحد نعم في ال56 لما دخلوا الإسرائيليين إلى قطاع غزة نعم بعد معركة قناة سويس اللي كان فيها الإنجليز والفرنسيين وإسرائيل احتلوا قطاع غزة نعم فكانوا حتى اندخلوا إلى المخيمات وما كان في أيامها قطاع غزة احتل بال56 نعم بال67 نعم لا بال56 احتل ولما أجل خرشوف ضرب على الطاولة بالحذاء وفي مجلس الأمن وقال لهم لازم تطلع وطلعوا نعم نعم هذه يعني بعدها أعيد احتلاله في ال67 نعم فهذا الأعمى يعني انتقل من بيته إلى بيت خالته نعم وكان ميت جوع فقال لهم بدنا ناكل أي إشي ابن خالته قال له والله ما في دنيا عتمة وما تمنوع ما تمنقدر نبوي ولا شمعة ولا أي شيء مشان نجيب لك قال له دبرني أي إشي فقال له بس بالمقابل أنا بتجيب لك بس بدك تغني لي قال له بالأول جيب بعدين بعدين بغني ابن خالته وعده أنه يجيب له أكل للأعمى لأنه العمى جائع نعم جائع جائع يعني العمى صوته جميل صوته جميل جدا نعم وشجون كان يا أم الصلاة بيقرأ القرآن بصوت رائع وبلنفس الوقت كان بيغني نعم يعني بيغني بهذه الصوت فجاب له رغيف خبز وحبة منذورة وخيارة اللي كان موجود وبدأ يا أكل قال له هلأ بدك توفي وعدك بالغناء قال له شو بدك تسمع قال له بدك أسمع أخي جاوز الظالمون المدى الله فبدأ يعني يكرره ينشد فيه أخي جاوز الظالمون المدى وحق الجهد وحق الفدى إلى أن وصل إلى كبر الله أكبر فقالها بصوت عالي وصوته يعني طبعا الصمت يحيط بكل المكان نعم الناس زمان لا كان فيه تلفزيون ولا كان فيه أي شيء آخر يساعدهم على الصهر بس الكل موجود الكل سامع فيه احتلال فالكل سامع هذا النداء نداء الله أكبر فسمع أنه النداء بتكرر من المحيط نعم معذرة سيدة حسن سنة نكون بعد الفاصل معذرة طب معذرة أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الباحث والكاتب الأردني حسن النويهي فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسهلا بك سيد حسن مرة أخرى كنت تحدث عن الأخ الأعمى صار يغني قصيدة محمود طاها جاوز الظالم أخي جاوز الظالمون المدى نعم نعم فبدأ يكرر هذه العملية وأصبح في كل ليلة يطلب منه أنه يكرر أشعلت هذه القصيدة وهذا النداء نعم أشعلت مقاومة شعبية نعم جنود الاحتلال لما سمعوا الناس بتكبر الله أكبر الله أكبر اعتقدوا أنه يعني فيه راح يصير خجوم عليهم نعم فانسحبوا تركوا المناطق الداخلية وخرجوا خرجوا من المخي في أحد الأيام الأعمى طالع صلي الفجر لقطوا الصهاينة الصهاينة نعم نعم أخذوا الأعتقال ضرب أكتل بهدل مش عارف إيش أنت شوف يعني زعيم مقاومة شوف تعرف قالهم ما بعرفش أنا بغني أنا بغني أنتم مزعجين من الغناء أنا بغني قالوا هذا الغناء عمل مشكلة أنت فيه وراك شغلة مين وراك مين دافعك نعم قالهم ولا يدافعني أحد في الآخر قالهم إحنا فيه عنا جملة بنردد هذا نعم قال ليس على الأعمى أحرط جملة من نتيجة ليس على الأعمى ليس على الأحرط قالوا له روح نعم هذه قصة ليس على الأحرط جميل كتابك خميس يسأل أروح لمين يعني تحكي فصول وحياة شخص يدعى خميس تخرج طبعا من الجامعة وساعد أهله ظنا أنه سيغير حالهم بوظيفة مربوقة لكنه يصدم بالواقع يعني أنت لم تصنى في الكتاب هل هو رواية هل هو سيرة ذاتية أبقيت التجنيس الكتاب وتصنيفها مفتوحة يعني يعني مش كثير مدلل يعني أنه هو اعتقد أنه راح يكون أنه راح يكون مدلل يعني هو جاي من الجامعة متخرج وش عارف إيه فتفاجأ فعلا هو الأسبوع الأول أهل يعني أحتفلوا فيه نعم ايه احتفلوا فيه الأسبوع الأول ايه فبعدين صار يعني الصبح يس ما عمرت أخوه بتقول لأخوه الكبير اللي طبعا صرف عليه يعني أنت مش عيب تروح أنت بتشتغل وهذا نايم بالدار يعني أو هو طالع مثلا بده بكيت دخان وصير بعدين في هالقصة يعني يعني ما بكفي نعم اتعدنا يعني بعدها راح يشتغل شوفير تاكسي بعدها في الآخر لما يعني أغلقت عليه كل الطرق طر أنه يشتغل شوفير تاكسي يشتغل شوفير تاكسي ودخل هذه الحياة نعم يعني حياة السائق التاكسي الليلي نعم وفيها يعني فيها تفاصيل كثيرة هو اشترط عليه صاحب السيارة أنه يشتغل بالليل فقط بالليل آه لأنه صاحب السيارة والنهار يشتغل هو فقال له أنا بشتغل بالليل وإلا كتكون إلا كتكون راضي فماذا يشتغل بالليل ويوقف أمام النوادي الليلية مش عارف ايش دخل يعني بهال مجال وصار يكسب فصار له احترام بالبيت يعني صار تجيب كل يوم وهو راجع تجيب له مبلغ يعطي له مرت أخوه فصار يعني والله انت محترم هذه يعني والشهادة ركمت والشهادة حطها على جنب لأنه ملهاش مكان البعض الدواء والكتاب يعني يعمدون إلى تضمين سردهم بجمل قصيرة من اللهجة العامية أو الدارجة لتوضيح معنا ما أما أنت جعلت كل كل هذا الكتاب كل السردية كانت من اللهجة الدارجة ما السر في ذلك أنا بصراحة أخاطب يعني العامة يعني أنا ما بكتب لفرع معينة المتقفين أو أنا بخاطب الناس فأنا بخاطب الناس بلغتهم صحيح هي اللغة العربية الفصحة هي الأساس لكن إحنا الآن يعني نتعامل في كل أوقات حياتنا بالدارجة باللغة الدارجة نفهم على فعض فيها بلغة أسهل فاللغة الدارجة بتصل أكثر للقارئ بحيث ليش لأنه هي هاي اللغة اللي بتعامل فيها زائد أن الكتاب فيه أكثر من لهجة يعني فيه أكثر من لهجة يعني هو بتعامل مع العمال البنغاليين بحكي معاهم بنفس الطريقة اللي بحكوا فيها يعني نعم وإذا رحضت فيه هذا المهم اللهجة الدارجة هي هي اللهجة الدارجة وهي ليس نقص طيب إحنا يعني مسؤولية الساد حسن مسؤولية المثقف أن يعني يرتقي بذائقة المجتمع يرتقي بثقافته يعني أنت حضرتك تعرف ولا لا تختلف معي أن هناك مؤامر على هذه الأمة والمؤامرة تبدأ من فرض ثقافة معينة لقتل اللغة قتل الانتماء النتيجة الأمة مستهدفة في عقيدتها في ثقافتها في فكرها تكالف هذه الأمم على أمتنا العربية والإسلامية يعني تحاول أن تجعل هذه الأمة بلا يعني عائشة على الهامش طبعا يعني أول صفحات المؤامرة هي أدخال ثقافة هجينة وضرب اللغة طيب مسؤولية المثقف مسؤولية العديب أن يرتقي بالمجتمع أو يكون مصد أمام هذه الثقافة الهجينة وأول صفحات كما قلت هذه المؤامرة أن تبدأ بضرب اللغة مؤكد أنه الآن المجتمع بسبب ابتعادها عن اللغة العربية الأم الفصحى أحيانا يجد صعوبة في فهم بعض المفردات لكن بإمكان الكاتب أن يلجأ إلى مفردات قريبة الفهم يعني لدينا مرادفات كثيرة مثلا كلمة النوم الكرة الوسن كلها تعطي الإخفاءة كلها تعطي معنى واحد بإمكان أنه بدل ما أستخدم مثلا الكرة أو استخدم الوسن استخدم النوم فالنوم الكل تعرفه أما الكاتب والأديب المختص يعرف معنى الكرة ومعنى الوسن يعني ممكن أن تعامل مع النخمة وممكن أن تعامل مع الطبقة العامة لكن لا أنه يعني أهبط إلى هذا المستوى علي أن أرتقي به نعم أجد قناة مشتركة وهكذا أرى وهكذا أرى كثير من الكتاب والأدباء والمثقفين أنه أنا أنزل إلى مستوى الطبقة العامة وأرتقي بهم يعني حتى لا أساهم بشكل غير مباشر بهذه المؤامرة نعم يعني هي ما إحنا خلينا نبعد عن عقلية المؤامرة لكن هي أصلا موجودة المؤامرة موجودة المؤامرة موجودة نعم يعني لكن نحن نستخدمها كثيرا نعم نعم كل شيء علينا كل شيء علينا هل موضوع اللغة يعني اللغة بمفرداتها هي موجودة نعم سواء كانت بالدارجة أو بالفصحة أنا عندي فكرة المهم أن تصل الفكرة إلى القارئ نعم أهم من أنه يعني أدخلها بلغة مثلا كما تسمى باللغة الفصحة اليوم اللغة الخشبية نعم اللي لا يفهمها القارئ ويعجز لهذا ظالم الذي هذا ظالم ويجد الذي يقول اللغة الفصحة لغة خشبية طيب ما القرآن قرآن كتاب من مقدس هو باللغة الفصحة ممتاز أستاذنا يعني الآن أعطيني من طلاب الجامعة كم واحد الخرجين يتقن اللغة العربية لماذا؟ يتقن اللغة العربية المشكلة في الإدارة ما هي المشكلة إذن المشكلة في الأنظمة ماشي يعني أحلى بدنا نرجعها الحين نحط نحط بجاكل الأمة لأنه الحديث الحديث طوي أنت الآن يعني حضرتك شاعر معروف نعم كم من الشعراء الآن يكتب بالفصحة؟ فيه كثير فيه الشعر الحر والشعر غير الموزون والشعر المنثور وكل هي أصبحت فيه يعني فيه تدرجات لكن هو ظل فيه فلك اللغة الفصحة تقريبا يعني حتى فيه ناس تكتب بمفردات عامية نعم بمفردات عامية المساحة الأوسع نعم لكن أنا يعني الكتاب مش كله باللغة في الغارجة لا بشكل عام يعني لو أخذت بتلاقي أنه يعني يعني هناك رأى صادفك مشكلة سالح حسن أنه اللهجة الدارجة لكل شعب لهجة مهينة صعب أن يفهمها أحيانا بالبلد نفسه لهجات مختلفة يعني الشمال يتكلم باللهجة والجنوب يتكلم باللهجة لا لا أنا أخذت بشكل عام هذا سمحت لي يعني أنت عشت في العراق نعم لهجة ابن الموصل غير لهجة ابن البصرة يعني ابن الموصل قبل هذا الاختلاط والاحتكاك والانصهار بدأ حكيت معه باللغة الفصحة مش رح يفهم عليك لا بغض النظر أن تحدث لكن عندما تحدث أنت استخدم طيب عندما تخاطب المواطن العراقي مثلا ابن الجنوب له لهجة يوجد هناك مفردات مشتركة نعم لكن ابن الموصل له لهجة خاصة نعم يعني ابن الموصل كما يقول القح نعم له لهجة خاصة وأنت أشهد في الموصل نعم يعني إحيانا عندما يتحدث بجملة معينة ابن الجنوب ما يفهم ما يفهم يحتاج نحتاج إلى لغة مشتركة أو لهجة مشتركة حتى تصل يعني أنت تكتب مفترض كاتب أنت تكتب لكل الأمة العربية من تطوان لرأس الخيمة طيب العربي الآخر عندما يقرأ هذه اللهجة هناك مفردات يعني مفردات دارجة مجتمع معين لا يفهمها الآخر يعني الآن صارت مثلا نحن في الآراق نقول الطماطة هنا في الشام وفي الأردن فلسل قول البندورة يعني لولا الإعلام وهذا الاختلاط اللي صار لما تقول للعراقي البندورة ما رأى في البندورة مثلا فأنت مضطرة تقول لا تستخدمها باللهجة ولا الرقي معروف الرقي الأرقي يقول الرقي في عين الأردني الفلسطيني السوري يقول بطيخ أحنا عدنا في العراقي البطيخ اللي هو الشمام تقول عنه راح تقضي في شكال لذلك هناك قناة مشتركة نعم لا أدعو إلى أن نستخدم اللغة البيضاء التي يستطيع أن يفهمها المواطن البسيط حضرتك واكبة مرحلة السبعينات والستينات الإدراما اللبنانية كانت تقدم هناك نخبة من العاملين في الإدراما اللبنانية كانوا حريصين على أن يكتبوا ويمثلوا الإدراما اللبنانية باللغة الفصحة ومنها طبعا عازف الليل مسلسلات كثيرة كانت تستخدم اللغة الفصحة ويفهمها العامة الناس ويتفاعلون معها فلماذا الآن نقول صعب أن هذا المجتمع يعني هذا تساولي حقيقة لديك العديد من المقالات السياسية والغالب منها نقد لحال الأمة العربية كيف ترى حال الأمة في ظل طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على غزة وأنت ابن ابن غزة إلى أين نحن ذاهبون يعني طوفان الأقصى نقل هذا الصراع من مكان إلى مكان نحن في صراع العربي الصهيوني كنا الطرف المتلقي الطرف المضروب الطرف الذي ينتظر الوقت والزمان والمكان المناسب للرد دائما نسمع هذه العبارة جاء طوفان الأقصى ليشكل حالي جديد و 7 من أكتوبر أثبت أن الإنسان العربي قادر على هزيمة الكيان الصهيوني بأدوات ووسائل بسيطة ندرك جميعا الفارق الهائل ما بين القوة التي يمتلكها العدو ومن خلفه العالم حتى لا نضيق تفاصيل نصير نعد أمريكا ومريطانيا معروف العالم كله العالم القاطرة تجرها أمريكا والعالم كله كل راكب كل واحد بحث عن مصلحة أنا عجبني معذرة رجل دين في خطبة الجمعة يقول ما القاسم المشترك هو ما الشبه بين أصحاب الكهف وأهل غزة وأهل غزة قال أصحاب الكهف صحابهم الكلب إلى أن يشاء الله وذكر في القرآن نعم قال وأهل غزة لم يبقى كلب من كلب لم يحاربه إلا وتعامر عليهم وتعامر عليهم لذلك العالم أنت اختصارا تقول العالم نعم أنت فضل نعم فسابع من أكتوبر هو يعني صفحة ناصعة في تاريخ الأمة وتاريخ هذا الصراع استطاع أن يمرغ أنف وهيبة وكبرياء هذا القيام في الأرض دخل إلى مراكز القوة واخترك كل الحواجز الأمنية والإلكترونية وكل ما جاءوا به ليشكل حاجز بينهم وبين قطاع غزة لم يتركوا شيء إلا وجاءوا به نعم استطاع هذا المقاتل الفلسطيني أن يعطل كل شيء ويدخل ويقتحم عليهم ودخل فرقة غزة ودخل المستوطنات وعمل استطاع يعني أن يلقي لو أراد يمكن كان جابوا بس ما عندهم كانية كان جابوا عدد أكبر من الرهائن والمعدات كان كل شيء متروك والعدو كان نايم ولم يستطع الرد إلا بعد ست أو سبع ساعات حتى صحي من الضربة واستفق فكانت هذه الصفحة جديدة كيف تقرأ النتائج؟ احنا هذا المشهد شاهدناه أنا أقرأ كالتاني السابع من أكتوبر هو صفحة وما تلاه هو عدوان صفيوني على قطاع غزة ما تلاه السابع من أكتوبر هو عدوان مجرم ظالم بلا أي مبرر السابع من أكتوبر مش مبرر ليه أنك تهاجم غزة وتدمرها وتقتل منها هو احتلال منها بفراني 40 هل استغلال؟ هل استغلال؟ العدو لا يبحث عن مبرر العدو يعني احتل هذه الأرض من 67 لليوم ونكل فيها وليست المرة الأولى التي يقصف طاعز ويدمرها ويدمر ويقتل لكن هذه المرة استغل وكذب نعم يعني أراد ذريعة أن تعضوا جمعية مناهضة الصهيونية وأن عمل هذه الجمعية في الغالب حسب الميناء ينصب نحو مواجهة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني فما هي نتائج عمل الجمعية أمام اتساء مساحة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني؟ يعني الجمعية انشأت في تسعينات كجمعية ثقافية تعرف أن يعني في عنا تخصصات في جمعية ثقافية وسمية جمعية مناهضة الصهيونية وهذا الاسم يعني صار عليه صراع كبير يعني حتى أنه يعني نحن نحتاج إلى أن ننشئ جمعية لمناهضة الصهيونية الصهيونية مكروهة عالميا حتى على مستوى الشعوب الغربية تكره الصهيونية والآن ما أعرف لكن هناك ثقافات أخرى يعني غير انتحضت تقول الجمعية ثقافية يعني معناها تكافك الثقافات نعم انشأت كجمعية ثقافية نعم يعني كشعوب نادر ما تجد من شعوبنا العربية يقول لك علينا أن نتصالح وأن نتعايش كذا ألا نفر معين من أجل مصالح معينة أو يحاول أن يجامل الأنظمة لكن هناك ثقافات أخرى خطيرة جدا يعني ثقافة أن ينظر إلى إيران ونظام سوري وميليشيات إيران وديولها على أنها محورة وقاومة يمكن أن تحرر فلسطين أليس هذا الثقافة أخطر من يعني كان بداية كان الصراع العربي الصهيوني والقضية الفلسطينية هي القضية المركز نعم دخلنا في مرحلة التقزيم لهذا الصراع من خلال إعطاء منظمة التحرير حق التمثيل الوحيد الممثل الشرعي والوحيد التسمية أصبحت المعركة فلسطينية صهيونية بعدها تحولت المعركة إلى نزاع يعني صار أقل أصبحت حركة تفتح بالضغط إلى نزاع فلسطيني إسرائيلي وبعدين صارت نزاع داخلي فلسطيني فلسطيني هذا كله يتوى تقزيم لهذا الصراع بحيث أنه يعني بعض الأخوة من العرب تحلل من مسؤولياته أنه خلص القصة خلصت يعني الموضوع كان زمان عربي فلسطيني اليوم تخلصت الموضوع الآن صار فلسطيني فلسطيني بعدين صار فتح حماس إذن إحنا ليش نظن معاديين إسرائيل يعني إحنا إننا مصالح ممكن استثمار ممكن صناعة ممكن تطوير ممكن سياحة أي شيء إحنا إننا مصالح بهذا المنظور وهذا المنطق بدأ التحلل من القضية الفلسطينية باتجاه التطوير هلأ الجمعية واحدة من يعني حاجز الصد أمام مثل هذه القراءات اللي يعني يقوم عليها كتاب ومثقفين وصحيجة وناس لهم يعني عندهم استعداد يزوروا في التاريخ وفي الواقع نعم يعني فيه ناس الآن بتقول إسرائيل مش محتلة نعم فيه ناس بقول لك الأقصى لا مش هذا هو الأقصى الأقصى مش حارف وين في سرنكا مش فيه مش في القدس فيه نعم فيه هيك بالتالي يعني كانت الجمعية يعني تضم مجموعة من المثقفين ويعني فعلا رجالي المتزال فائلة هذه الجمعية أنا أنا بمثل إلي أنا يعني بعد ما أنا كنت عضو من بدايات الجمعية أيام المرحوم لتشملات نعم الله رحمه الله كان رئيس الجمعية وكانت تضم يعني من خيرة الخيرة من الناس نعم يعني أذكر الأستاذ بهجة أبو غربي الأستاذ الكاتب جورج حداد كان له عمود في صحير الدستور كان فيه فؤاد حسين نعم كانت مجموعة كبيرة وكانت فعلا فاعل كانت فعلا فاعل ونحن نبي حاجة دايما يعني المعركة تأخذ كل الأشكال ومن ضمن أشكالها اللي هو الموضوث المواجهة الثقافية مع العدو طيب الآن يعني هذا الفهم الأعوج الآن على أنه إيران بهذا المنهج الطائفي مع النظام السوري نظام البوريسي المجرم مع حزب الله ذراحم في لبنان مع ميليشيات الحوثيين مع يسمى الحجد الشعبي الحجد الطائفي في العراق التي تحاول بعض مؤسسات الإعلام الكبيرة أنه تزور التعريخ وتسميهم مقاومة إسلامية وزرع ثقافة خطيرة في ذلك إلا أن لا تقع ضمن لأنه بالنتيجة لا تقع ضمن مهام جمعية يعني مناهضة الصهيونية ممكن أن تقوم بدور لصد هذه الثقافة إذا سمحت لي باعتبار هذه النتائج ستصبح في مصلحة الصهيونية هذا الفهم الأعوج لدور هؤلاء لدور إيران ودور الميليشيات الطائفية أنه في النهاية ستصبح في مصلحة مصلحة الصهيونية ألا يمكن أن أيضا تقوم هذه الجمعية بمواجهة هذا الفهم أنا مشان أوضح الصور أنا يعني أنا كنت عضو في البدايات ويعني أنا الآن بعيد عن الجمعية مش كمضرر يعني هي تأخذ موقف أو لكن موضوع يعني موضوع مشاركة إيران ومشاركة الميليشيات وحزب الله والنظام السوري في حلف الممانعة أو المقاومة موضوع مختلف حقيقة إحنا لا ننكر الدور الإيراني الذي تقوم به إيران في ضرب المشروع العربي لا أحد ينكر يعني لإيران دور أساسي في ضرب المشروع العربي نعم وإقامة أو إعادة يعني الإمبراطورية الإيرانية الفارسية الخمينية على أجزاء وعلى يعني أشلاء إذن هذا واضح هذا واضح لا يعني لا يحتاج معذرة عنه وقت البرنامج انتهى معذرة يا سيد حسن معذرة شكرا لك الباحث والكاتب الأردني الأستاذ حسن النويهي على هذا الحوار الممتع شكرا لك وأنا بجانبي أشكركم جزيلا على هذه الاستضافة شكرا لك كان الوقت يعني لا يسمح بكثير من إن شاء الله ربما تجمعون من الإضافة إن شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتعبة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لك